موسيقى أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أكد نائبو رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر لشريدة أن الحكومة انتهت من تنفيذ ما نسبته 94% من الأولويات الموضوع لتحديث القطاع العام في سنة 2023 وهما يؤكد الالتزام بخارطة تحديث القطاع العام واستعرض شريدة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني تحت عنوان تحديث القطاع العام نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية والتي أدرها رئيس المنتدى دكتور خير أبو سعيليك أبرز ما تم تحقيقه من محاور خارطة تحديث القطاع العام ولفت شريدة إلى أن نظام الموارد الجديد عصري ويواكب الأنظمة المعمول بها في القطاع الخاص وجاء منسجما مع خطة الإصلاح الإداري من حيث تمكين الموظفين واجد بالكفاءات ورفع تنافسية الرواتب بما يليق بأهمية الوظيفة وتقديم الخدمات الفضلة للمواطنين وأكد شريدة أن من شأن النظام الجديد تعزيز كفاءة الموظف وتطوير إمكانياته وإنتاجيته كما أن الغاية من تعديل نظام الخدمة المدنية لا تنتقص من حقوق الموظفين بل على العكس حافظت على جميع حقوقهم المالية المكتسبة وعلى سلم الدرجات الوظيفية وعن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بيّن الشريدة أن الأصل بالوظيفة العامة التفرغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف مشيرا إلى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفتين بهذه الحالة بدوره أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو سعيليك على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص مشيرا إلى سياسة الانفتاح والتواصل والتي انتهجتها الحكومة مع القطاعات الاقتصادية أكد وزير الداخلية ما زلنا الفرايع لأهمية خروج المؤتمرات بنتائج وأفكار لإيجاد الحلول الناجحة لما يعانيه العالم من التبعيات المترتبة والأثار السلبية الناتجة عن أناط الهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود وذلك بتعظيم الإيجابيات وتبني التحديث بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأضاف الفرايع خلال افتتاح أعمال منتدى تبني التحديث الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال إدارة وضبط الحدود أن المملكة كانت استضافت في نهاية العام 2022 مؤتمرا دوليا حول أمن الحدود وذلك بمشاركة دولية واسعة وتم تبني مجموعة من الأفكار الإيجابية التي انعكست إيجابا على ضبط الحدود واستخدام التكنولوجيا الحديثة وقل الفرايع أن اللجوء رتب على الحكومة الأردنية أعباء مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية حيث أن نسبة الدعم المالي ضمن خطة الأردن بلغى حوالي 5.8% من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من هذا العام أمل لهذا المنتدى التوفيق والنجاح وأن يخرج هذا المنتدى بنتائج وتوصيات تتضمن إضافات جديدة من الأفكار التي تسهم بشكل فاعل في إيجاد الحلول الناجعة لما يعاني العالم من تبعات المترتبة على الآثار السلبية الناتجة عن أنماط الهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعية وأهمية ضبط الحدود وذلك بتعظيم الإيجابيات وتبني التحديث بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي قال وزير المياه ورئي المهندس رائد أبو سعود أن الأردن يواجه تحديات مائية كبيرة وذلك بسبب شح المصادر والتغير المناخي وتراجح حصة الفرد إلى أقل من 61 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات هذا أشار أبو سعود خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية المحافظة على المياه 2024 إلى مواصلة الجهود التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبحث عن مصادر غير تقليدية لمصادر المياه وتعود هذه العلاقة إلى أكثر تلعب إدارة الطلب على المياه دورا أساسيا في التعامل مع التحديات التي تواجه قطع المياه بشكل عام لما لها من دور فاعل في ترشيد استهلاك المياه وإدارتها من قبل المستخدمين بالشكل السليم لذا أطلقت وزارة المياه والري الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 ضمن سعيها لتحقيق منصة عليها رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تركز فيها وزارة المياه والري على البحث عن حلول فورية ومتوسطة وطويلة الأجل لتلبية الاحتياجات ضمن نهج مؤسسي منظم لا بد من الناقل الوطني أنا بدي أركز وأعيد ونقول الناقل الوطني هو المنقذ إلنا إن شاء الله بالمستقبل إحنا مع اليو سيد من سنة الـ 56 من أيام قناة الغور الشرقية قناة الملك عبد الله فهي هادية عبر التاريخ بسعدونا فيها وكل الشركاء وإحنا من ركز هسا يدخل معنا القطاع الخاص شريك بقطاع بوزاء بقطاع المياه حتى تكون المسئولية مشتركة حتى يكون الإنتاجية والخدمة أحسن بالنيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يسر هنا أن أكون معكم اليوم في إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 20-24 ونحن ملتزمون بدعم جهود الأردن فيما يتعلق بالبحث عن حلول فورية ومتوسطة وطويلة المدى كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي لإيجاد حلول وفقاً لما ذكرت يتطلب تعاوناً وتنسيقاً على مختلف الصعود الخطة تتضمن 16 مبادرة عمل تغطي جميع القطاعات في استخدام المياه وزيادة المحافظة على المياه وتأتي صياغة هذه الخطة بدعم مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع 200 شريك من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأردني العامة والخاصة من عمان أحمد الدعاجة التلفزيون الأردني انطلقت في محافظة المفرق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء والتي تنظمها وزارة الشباب في المراكز الشبابية وذلك لاستثمار الأمثل لطاقات الشباب ودعم إبداعاتهم المختلفة والمساهمة في بناء الشخصية الوطنية المتوازنة المتكاملة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بدأت في محافظة المفرق معسكرات الحسين للعمل والبناء والتي تنظمها وزارة الشباب في مختلف المراكز الشبابية من خلال تقديم البرامج والأنشطة المنوعة لتحفيز الشباب نحو الإبداع والابتكار مديرية شباب محافظة المفرق وهي أحد أدرع وزارة الشباب في الميدان عندنا 32 مركز شبابي 22 مركز للشباب و10 مركز للشابات ضمن أجندة معسكرات الحسين لهذا العام عندنا هناك معسكرات للمدري ومعسكرات للمراكز المعسكرات المتعلقة بالمراكز الشبابية كل مركز يتضمن هناك معسكر نشاط رياضي وبدني بالإضافة إلى معسكر مسارات السياحية وبهذا الحال يكون عندنا إن شاء الله ما يقارب الألفين مشارك وأكثر المشاركون بدوره ما شاروا إلى همية هذه الفعاليات والتي ساهمت بمنحهم الفرصة في الاستثمار الأمثل من تلك البرامج من خلال الاعتماد على أنفسهم وبناء الشخصية الوطنية المتوازنة بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والمفهوم الشامل للثقافة حبت أشارك في عطلة صيفية في المدرسة حبت أشارك في المركز، النادي الشباب المفرق معسكرات الحسين أنا حبيت شارك في مرنك الشباب الخلدية كونه فيه عطلة صيفية وفيش إيش نسوي شاركنا بمرنك الشباب الخلدية والمديرنا بينما قصروا معنا حبينا نشارك بمعسكرات الحسين للبناء والعمل التطوعي لأنه هسا إحنا معطلين بعطلة مدارس وما فيش إيش نسوي فشاركنا فيه نعلمونا عن الرياضة علمونا عن صحة البدنية حبينا نشارك بمعسكرات الحسين للبناء والعمل التطوعي عشان نضيع وقتنا بيش نستفيد منه عشان ما في مدارس وتعلمنا اليوم عن اللياقة البدنية وعن الرياضة واستفدنا كثير ونشكر المدربة وجاءت هذه الفعاليات في مختلف مناطق محافظة المفرق بهدف الاستثمار الأمثل للطاقات الشبابية من خلال المشاركة بالبرامج والفعاليات التطوعية وخدمة أيضا المجتمعات المحلية يسف المشاكبات الفيزيو الأردني محافظة المفرق وإلى علام المال والأعمال ومبورسة عمان حيث بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا اليوم حوالي 6 ملايين دينار وعدل أسهم متداولة قربت على 6 ملايين سهم نفدت من خلال 221 عقدان عمان مستوى تلس عرف قد ارتفع الرقم القياسي العام ليصل إلى 2410 نقاط بارتفاع نسبته 37% بالمئة وبمقرنة يسعى الإغلاق لشركات المتداولة أسهم لهذا اليوم والبلغ عدده 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد ظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها كما ظهرت 28 شركة خفاضا في أسعار أسهمها وإلى المعدن الأصفر حيث انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى 2359 دولار للونصة وفي ميال أسعار الذهب بالدينار ودوني كما هي متداولة في السوق المحلي نبدأ من جرام الذهب عيار 24 وصالة 55.50 وننتقل للجرام الذهب عيار 21 وصالة 48 دينار وأخيراً جرام الذهب عيار 18 وصالة 42.90 أعزائي المشاهدين نسعار الذهب لنهان شرطان اقتصادي شكراً تابعتكم أعود بكم إلى نورة لمتابعة ما توقع من أخبار اشتركوا في القناة